إذا أحد جاب طاري الإيحاء لأنني قلت لكم بعد ما أحكي إيحاء ولا طلي إيحاءات أنا رح أحكي طق بطق ومو بس طق بطق رح أحكي فيشك فهناني العزيز دتشوفون هذا البطل؟ أنت دتشوفون هذا البطل مو؟ طبعاً أنا ما لقيت بطل قزاز اللي هو يقصده فجبت لكم بطل المهم يعني أن أوصل لك رسالة إنه البطل موجود تمام؟ أهم شي إنه أنت تتخيل شلون هذا البطل وش رح يصيروا ياكبي حلو؟ فاسمع هنا أنا دا ينقل عن مدير شرطة البصرة أي مدير شرطة البصرة شنو علاقته ويالبطل تمام؟ قطوني العزيز السيد المحاوض أسعد العيدان أنا تواصلت معه ليت البارحة أول تلبارحة والآن في بغدال كتف اجتماع قال عنده عودتي سأفتح لجنة تحقيقية بالموضوع أي موضوع؟ الموضوع الإساءة قال الشرطة مشجع على التعذيب خليسمع وزير الداخلية ممكن إذا تسمحي لي يعني أقول بعض الكلمات التي تلفظها إذا تسمحي لي طبعا وخليسمع الرأي العام وخليسمع جماهير البصرة خالي الشخص ماذا يقول؟ يقول أنه الشيوخ الشيوخ اللي ما يجون للطريق أقعدهم على البطل وقف 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 اسمعتوا؟ قائد الشرطة قائد الشرطة البصرة يقول لي الشيوخ اللي ما يجون أقعدهم على البطل وهذا مو يحق هذا حشي طق بطق تمام؟ بس أنا جبت لك البطل على موت تتخيل أنه قائد الشرطة حاط راسه أو هي البطل يعني أي واحد ما يسمع كلامه يقعد على البطل أدري قائد شرطة أنت تبيع كراسي بطالة زين عوديا ليش تقعد على البطل ما رح يصير به إذا قعدت على البطل ما أدري قائد الشرطة شينو مشكلتها ويا البطل والله العظيم خاف مواني الله يساعدكم اللي يلزمكم قائد شرطة البصرة إذا لزمكم قائد شرطة حسين الشحماني قلبه يمك إنت أخذوك ما يمكن أن نحكم أربعة الشر لو ما أدري دفع غرامه بس إذا طب حسين الشحماني خطيئة وقائد شرطة البصرة قاعد على البطل لأنه ما شاء الله قائد شرطة البصرة يعذب الناس بالبطل يقاعدهم ما أدري ليش يعني يقاعدهم على البطل قررت عنا على هيك دولة وهيك نظام وهيك سياسيين وهيك بلاوي سودة ترجمة نانسي قنقر